إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة أهل الكهف هندسة الصوت والمونتاج هيثم حسامي الكتاب الإذاعية عادل أبو شنب والإخراج فاروق حيدر كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان هناك سهل منبسط خصيب يقع ما بين حلب وطرطوس وكانت مدينة أفاسوس تتوسط هذا السهل وفيها تلتقي القوافل القادمة من شرق آسيا ومن شمالها وجنوبها وكان سكان مدينة أفاسوس يعيشون فيها عيشا هانئة يزرعون الأرض ويأكلون من خيراتها ويرعون الماشية على سفوح الجبال الكثيرة المحيطة بها إلى أن تولى الملكة طاغية يدعى دوكيانوس كان يعبد الأصنام ويدعو رعيته إلى عبادتها وكان يبطش بكل من يعبد الله سبحانه وتعالى اقترب أيها الوزير باركيوس أمر مولاي لقد قررت أن أجعل الأمير يمليخا في حاشيتي فماذا تعرف عنه؟ لا أعرف الكثير يا مولاي لكنني أستطيع أن أعرف كل شيء خلال أيام لا تعرف الكثير وما هو القليل الذي تعرفه عنه؟ بلغني أن الأمير يمليخا يهزأ بأصنامنا ماذا تقول يا باركيوس؟ هذا ما سمعته يا مولاي إن كان هذا صحيحا قطاعة عنقه سأتأكد من كل شيء خلال يومين ائتني بالحقيقة قبل أن أقتله إن ابنتي بريسكا تصر على أن يكون الأمير يمليخا في حاشيتي وأنت تعرف كم أحبها سمعا وطاعة يا مولاي سمعا وطاعة أصغ إلي يا أمير يا العزيز يمليخا طلبت إلى أبي أن يجعلك في حاشيتي وهذا يقربك مني لكنني لا أريد أن أكون في حاشية دوكيانوس أنا لا أهوى القصور أحب الحياة خارج الأسوار ألا تحب؟ أحبك أحبك يا بريسكا ولكنني لا أحب أن أكون أسيرا في هذا القصر أتسمي البقاء إلى جانبي أسرا؟ لا تفسري كلامي تفسيرا خاطيا كنت أعني أنني أحب الحياة بعيدا عن أجواء القصور والحاشية والرسميات وبذلك تفسح المجال للافتراء عليك الافتراء علي؟ بماذا؟ بماذا يا بريسكا؟ سأصارحك فلا تغضب هناك من يدعي بأنك تستهين بأصنامنا وأنك تؤثر المكوث خارج القصر بسبب ذلك وإذا كنت قد طلبت إلى أبي أن يضمك إلى الحاشية فلأنني أحبك ولأنني أرغب في إسكات المفترين عليك أحاكز إذن؟ لماذا لا يتركونني وشأني؟ قلت لك لا تغضب يا يامليخة لقد صارحتك حتى لا تفاجأ بمرسوم ضمك إلى الحاشية هيا هيا يا يامليخة قل نعم إذا كان الأمر كما تقولين فأنا أقبل أقبل لأنني أحبك ولأسكت المفترين مرحى مرحى كم أنا مسرورة يا يامليخة العزيز قرر الأمير يامليخة أن يكون واحدا في حاشية الملك الظالم دوكيانوس صحيح أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ويزدري أصنامه لكنه بانضمامه إلى الحاشية لم يتخلى عن رفاقه الذين كانوا يقاومون الملك المتجبر وها هو ذا قد اجتمع إليهم في المكان الذي يجتمعون به خارج أفاسوس صمتا صمتا أيها الرفاق سأكون في حاشية دوكيانوس ولكنني لن أترككم أنا مؤمن بالله مؤمن كإيمانكم أعبده ولا أشرك به أحدا وربما كان بقائي في الحاشية خيرا لكم ولي نحن لا نعارض في انضمامك إلى حاشية الطاغية لكننا نريد ألا نفقدك إلى الأبد نريد أن تبقى رئيسنا ونعمل بمشورتك إن حياة القصر قد تصرفك عنها كلا أعدكم بأن نلتقي بكم كلما سنحت الفرصة إن شوقي إلى لقائكم لأشد من شوقكم إلى لقائي وكيف نلتقي؟ ترى هل سيتاح لك الخروج من القصر؟ سأرسل الراعي الذياب وراءكم كلما سنحت الفرصة أنتم موافقون أيها الرفاق؟ نعم دعونا نصلي إذن للواحد الأحد خالق السماوات والأرض ماذا وراءك أيها الوزير باركيوس؟ هل عرفت شيئا عن الأمير يمليخة؟ كلا كلا يا مولاي ليس بعد لابد أنها شائعة إذن أجل؟ أظنها شائعة مغرضة تريد إلحاق الأذى بالأمير يمليخة ربما ربما يا مولاي ولكن ولكن تكلم لماذا تتردد في مصارحتي بما تعرف؟ هناك رجل شاهد يمليخة في المعبد يا مولاي إنه لا يسجد لأصنامنا آه أظنه يفتري علي أكدت لي ابنتي أن يمليخة واحد مننا أمهلني يا مولاي أمهلني حتى أتأكد من حقيقة الأمر حسنا أمهلك يوما آخر وإلا أصدرت مرسومين لا مرسوما واحدا الأول يقضي بضم يمليخة إلى حاشيتي والثاني يقضي بقطع عنقك موسيقى مرسوم صادر عن قصر الملك دوكيانوس نحن دوكيانوس ملك أفاسوس نعلن أن الأمير يمليخة يتمتع بعطفنا وأنه أصبح واحدا من رجال حاشيتنا اعتبارا من صباح هذا اليوم ما أشد فرحي اليوم يا يمليخة وأنا أيضا فرح يا بريسكا لأنني لأنني سأكون قريبا منك دائما بل ستكون معي في الصباح والمساء في الليل والنهار لقد أمرتهم أن يجعلوا غرفتك ملاسقة لغرفتي حسنا فعلتي إنني أكره جميع من في القصر سواك وأبي ألا تحب أبي يا يمليخة طبعا أحبه إنه مليكي وسيد أفاسوس ومن تكره في هذا القصر إن كنت تحبني وتحب أبي أكره الجميع ومن تكرهه أكثر باركيوس الوزير باركيوس أنت لا تظلمه إن كرهته أنا أيضا أكرهه هل تعلم بأنه يريد مني أن أكون زوجا له ماذا تقولين قال لي إنه يحبني فصدد سيكون عداؤه شديدا عندما يعلم أننا نتبادل الحب وأننا سنتزوج لا أشك في هذا يا يمليخ العزيز سيدي الوزير باركيوس ماذا وراءك؟ تبيعت الأميرة يمليخا كظلة لكنه لم يرى واكتشفت أشياء وأشياء أهو يستهين بديننا وبأصنامنا؟ بل عرفت أشياء أخرى ما هي؟ تكلم تكلم يا رجل إنه يحب الأميرة بريسكا ماذا تقول؟ إنه يحب الأميرة والأميرة تحبه وهما ينويان الزواج قريبا لا لبؤس مصيرك لو كان كلامك كذبة ضم الأمير يمليخا إلى حاشية الملك الطاغية دوكيانوس الذي كان يحكم مدينة أفاسوس الواقعة ما بين حلب وطرطوس والذي كان يبطش بكل من لا يؤمن بالأصنام وكان الأمير يمليخا يعبد الله سرا ويلتقي بالمؤمنين في مكان قصي كما كان يحب الأميرة بريسكا ابنة دوكيانوس ويريدها زوجا له وقد علم الوزير باركيوس بهذا الحب فطار صوابه على أي حال يجب أن أتأكد بنفسي ما تفعله عين الصواب يا سيدي لابد أنهما يلتقيان في باحات القصر وردهاته وسأجرب أن أضبطهما متلبسين وسأنقل الأمر إلى الملك دوكيانوس وعندئذ سأصطاد عصفورين بحجر واحد مقتل يمليخا والزواج من الأميرة صمتا صمتا أيها الرفاق ماذا تريد أن تقول؟ الأمر يسير على ما يرام يا يمليخا على الرغم من بطش دوكيانوس وتغيان باركيوس غدا المؤمنون كثرا في أفاسوس ويحبذا لو أن دعوتنا إلى نبذ الأصنام تدخل قصر دوكيانوس إذ لا سبيل إلى غلبة ديننا إلا إذا نشرنا دعوتنا في القصر نفسه إن دعوتنا قد دخلت القصر يا صديقي كيف ذلك يا يمليخا؟ أولست مقيما في القصر؟ إنما أعني يا يمليخ العزيز أن تبث دعوتنا نحن المؤمنين في قصر الملك دوكيانوس فإذا كسبنا أحدا من أعوانه إلى جانبنا أمكننا أن ننفذ إلى داخل هؤلاء الماريقين إن بث الدعوة في القصر ينطوي على خطر كبير أيها الرجال باركيوس يشدد قبضته ويبث عيونه بالأمس فقط قبضوا على عجوز يعمل في حديقة القصر واتهموه بتحقير أصنامهم وأعدموه صمتا صمتا أيها الرفاق لابد من ضحايا نحن نعرف ذلك لكنني عنيت ببث الدعوة داخل القصر الناس الذين نستطيع أن نؤثر فيهم بطريقة ما ماذا تعني ومن تعني؟ أعني الأميرة بريسكا بريسكا؟ علمت أن لها قلبا رقيقا ولكن بريسكا ابنة دوكيانوس كما تعلمون في أفاسوس كلها يعلمون أنها تحبك ولا تعصي لك أمرا يا له من كسب كبير لو انضمت بريسكا إلينا أو تريدون أن أدعى بريسكا إلى اعتناق ديننا ونبذي الأصنام؟ نعم جرب يا يمليخ العزيز جرب إن بريسكا وحيدة أبيها وهي ذات تأثير كبير عليه ومن يدري قد نجد دوكيانوس نفسها إن كانت هذه رغبتكم أيها رفاق فأنا أمتسل أمتسل على ما في ذلك من أخطار أسمعتم؟ لا بد أن أحدا كان يصغي إلى ما كنا نقول إن كلبي لا ينبح إلا في وجه غريب ترى أين كان يقبع؟ ربما كان وهما ما سمعتم وإلا لكن رأيناه لعله اختبأ وراء الشجرة في الناحية الأخرى من النهر علينا أن نلعق هذا عين من عيون باركوس ألا يغير هذا الحادث خطتنا؟ إن مجرد الشبهة كفيل بجر المتهم إلى الموت لست أظن أن أحدا قادرا على معرفة مكاننا عد يا يمليخ إلى القصر وحاول أن تستميل بريسكا إلى صفنا موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على الفور موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هكذا إذن سمعت كل شيء بأذني اجتمع لدي من الحجج ضد يمليخ ما يذهب به إلى الموت إنه يتآمر ضدنا وضد أصنامنا وأكثر من ذلك يا سيد الوزير إنه مطالب بأن يدعو الأميرة بريسكا إلى دينه ودين رفاقه يريدون النفاذ إلى القصر بضلالهم هذا سمعت ذلك بأذني خذ خذ هذه الدنانير مكافأة لك شكرا شكرا لك يا سيد الوزير موسيقى ترجمة نانسي قنقر يمليخ العزيز بحثت عنك في جميع ردهات القصر فلم أجد ذهبت في رحلة صيد وقنص آه ما أمتع الصيد هذه الأيام يا بريسكا ولماذا لم تأخذني معك؟ الواقع الواقع إنني فكرت في ذلك ثم عدلت لماذا عدلت؟ رحلة كهذه متعبة يا بريسكا ثم ثم إنني ألتقي عادة بمن ليس في منزلة تساوي منزلتك وأنا أعرف أن أباك لا يريد أن تختلطي بمن هم أقل شأن منك وهل تعرف أنني أنا أيضا لا أحب الاختلاط بهم؟ أنت لا تمانعين إذن؟ طبعا كلنا بشر منطينة واحدة آه يا بريسكا يحببك إلي أنا لك نفسا طيبة هل تعلمين أن لي أصدقاء كثيرين في السهول والوديان والجبال؟ أصدقاء طيبين ساذجين يحبونني ويتفانون في الإخلاص لي أحب أن يكون هؤلاء أصدقائي أيضا بريسكا هذا أمر سهل سهل للغاية صحيح أنه سهل طبعا طبعا باركيوس متجون إلينا ما أبغضه إلى قلبي إنه يفسد علي اجتماعي بك من أرى الأمير بريسكا والأمير يمليخ في خلوة؟ أهلا بك أيها الوزير باركيوس بحثنا عنك طويلا يوم أمس فلم نجدك أين كنت؟ كنت كنت ولكن لماذا تسأل؟ أو أنا مسؤول أمامك حتى تسألني عن غيابي؟ كلانا مسؤول أمام مولاي الملك دوكينوس وإذا ما سألتك فباسمه أسأل وعليك أن تجيب كان الأمير في رحلة صيد رحلة صيد؟ قل للملك إنني كنت أصطاد الغزلان في السهل القريب تصطاد الغزلان؟ لابد أن الصيد كان وفيرا هذا ليس من شأنك ليس من شأني؟ المعلومات التي توفرت تؤكد أن رحلتك لم تكن بهدف الصيد والقنص ماذا تقول؟ أو تكذبنا يا باركيوس؟ كلا، كلا يا أميرتي لكن الحقيقة هي غير ما تعرفين أفصح أفصح أيها الوزير قبل أن يفيد غضبي بل تركيه يتقول ويفتري علي أفتري عليك يا يامليخ كنت أؤثر أن لا أتكلم ولكنك ما دمت تتهمني بالافتراء عليك فسأفصح اسمعي أيها الأميرة بريسكا إن يامليخ يجتمع كل مغاب عن القصر بأعداء ديننا ماذا تقول يا باركيوس؟ الأمير يامليخ يخوننا يا أميرتي أصحيح هذا الاتهام يا يامليخ؟ أجب قل لباركيوس إنه يكذب أفهم أفهم ورد الطعنة طعنات يامليخ يامليخ لماذا تبقى صامتا؟ أعرفنا في الحلقتين السابقتين أن الأمير يامليخ قد طم إلى حاشية الملك الطاغية دوكيانوس الذي كان يحكم مدينة أفاسوس الواقعة ما بين حلب وطرطوس والذي كان يبطش بكل من لا يؤمن بالأصنام وكان الأمير يامليخ يعبد الله سراً ويلتقي بالمؤمنين في مكان قصي وقد بث الوزير باركيوس العيون حوله حتى عرف أنه يجتمع بالمؤمنين في مكان قصي ففاجأه بمعلوماته أمام الأميرة بريسكا ابنة دوكيانوس التي كان الأمير يامليخ يحبها أجب يا يامليخ قل لباركيوس إنه يكذب أفهم ورد الطعنة طعنات لماذا تظل صامتا؟ أنا صامت نايتها الأميرة لأنني لا أجد كلاماً يعادل هذه التهمة الباطلة التي وجهها إلي وزير أبيك يلفق تهمة ضدك يا يامليخ وتبقى صامتاً سأنقل إلى أبي ما رأيت حتى يعرف أي رجل وزيره باركيوس ألم يكفك أنك تطفلت على جلستنا يا باركيوس؟ رويدك أيها الأميرة أنا اتهمت الأمير يامليخ والأمير يامليخ دعا أنني ألفق القرائن ستدين واحداً منا أهناك قرائن؟ تكلم لست بالرجل الذي يلقي التهم جزافة هناك أدلة وقرائن سأبرزها في الوقت المناسب في الوقت المناسب؟ أطلعني عليها يا باركيوس إنني ابنة مليكك وإذا كان فيها ما يدل على خيانة فسأكون أول من يدين الأمير يامليخ اجتمع الأمير يامليخ أمس بأولئك الماريقين قرب ضفة النهر وجاء إلي من أخبرني بتفاصيل هذا الاجتماع أتريدين قرينة أوضح من هذه القرينة؟ أو صحيح هذا الاجتماع يا يامليخ؟ من يختلق تهمه يختلق أخرى وما أكثر الذين يتملقون الوزير باركيوس حتى يكسبوا عطاياه هل عقدت اجتماعاً أم لا؟ بلى اجتمعت بأصدقاء ولكن أصدقاء قل متأميرين طفا يا باركيوس إنني لا أسمح لك باتهام أصدقائي أمير مثلك يصادق الرعاع هذا معقول إن لم يكن تأمراً إنهم جماعتك وأنت زعيمه ماذا تقول؟ خد أتصفعني يا يامليخة؟ انتظر إذن ساعة الحساب ما أقزر هذا الرجل؟ اتهمك بوضوح أخبرني يا يامليخة ما سبب هذا الاتهام؟ هناك أكثر من سبب باركيوس يحبك يا بريسكا وعندما آنس في موقفك ميلاً إلي وصداً له اختلق تهمة تبعدني عنك هذا كل ما في الأمر يا بريسكا العزيزة أهكذا إذن؟ يمليخة يتآمر علي؟ الشاهد موجود يا مولاي علي به في الحال أمر مولاي ليدخل الرجل سآمر بقطع عنق يامليخة بمجرد أن أسمع القصة من فم الشاهد سلاماً يا مولاي المعظم أنت الذي رأيت يامليخة قرب النهر؟ نعم يا مولاي رأيته مع جماعة قرب النهر وهل سمعت حديثة؟ نعم يا مولاي كانوا يتكلمون عن بث دعوتهم داخل القصر أبلغت بهم الجرأة هذا المبلغ؟ وأكثر يا مولاي يبدو أن الأميرة بريسكا هدفهم ماذا تقول؟ قطع جسدي إرباً إربا إن كنت كاذماً في كلمة واحدة يا مولاي إنهم يريدون أن يستميل الأميرة بريسكا إلى جانبهم ويبدو أن الأميرة يامليخة قد تعهد بذلك وكيف اهتديت إليهم أيها الرجل؟ لحقت الراعي ذياب ومن هو هذا الراعي؟ يتجول في كل مكان وينقل رسائلهم وأخبارهم ماركوس؟ نعم يا مولاي اعتقل الراعي ذياب ولا تسمح للأمير يامليخة بمغادرة القصر ترجمة نانسي قنقر ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أنا؟ الراعي المسكين؟ ماذا فعلت؟ تمسكاً ما شئت أمام الوزير باركيوس هيا هيا قم معي وإلا وقطيعي وقطيعي أرجوك يا سيدي خرافي تركها للذئاب اعتقل الراعي الذئاب وأحضر إلى القصر وأحس الأمير يمليخ بالأخطار المحدقة به فحاول الفرار إلا أن الحراس منعوه فأيقل أن سره قد افتضح ولم يبقى أمامه إلا الأميرة بريسكا لم يبقى لي سواك يا بريسكا ماذا جرى؟ ولماذا منعوك من الخروج؟ القصة نفسها يوجهون إليك اتهاماً خطيراً فما هي القصة بالضبط؟ هل تحفظين السر يا بريسكا؟ سرك في بئر قل أنا أرجو أن تتفهم الأمر بوضوح يا بريسكا ما قاله باركيو الصحيح صحيح؟ ماذا تقول؟ أقول إنني لا أعبد أصنامهم بل أعبد الله سبحانه وتعالى ولكن أنت تقف ضد ديننا وأصنامنا إنها يا بريسكا أصنام خرساء لا تنفع ولا تضر صنعناها نحن بأنفسنا ونحن قادرون على تهشيمها كلامك خطير يا يمليخ وأخطر منه أن أشرك بالله إن كلمة واحدة مما تقول تدفعك دفعاً إلى القتل لا أحد ينقذني سواك يا بريسكا أو تريد أن أحصي أوامر أبي وأخرج على طاعته؟ لا أريد أن أنجو بنفسي من أجل نفسي أريد أن تجسري لي سبيل الفرار كي أنقذ رفاق المؤمنين فأنا أعلم أن أباكي لن يتركهم طلقاء تطلب مني أكثر من طاقتي أولا تحبينني يا بريسكا؟ بلى بلى أحبك إذن باسم الحب الذي يربط ما بين قلبينا أناشدك أن تساعديني على الفرار ماذا تقول أيها الراعي في أقوال الرجل؟ ما أنا يا مولاي إلا راع فقير رآك الرجل مع أولئك المارقين على ضفة النهر يعترف وإلا قتلتك وصلابتك الرجل يكذب يا مولاي يكذب؟ أجل اضربوه اضربوه اعذبوه حتى يعترف ترجمة نانسي قنقر ماركوس اعتني بيمليخها في الحال من هناك؟ أنا باركوس ماذا تريد؟ علمت أن يمليخ مختبئ في جناحك وماذا تريد منه؟ مولاي يطلبه في الحال اذهب وقل لأبي إن بريسكا لا تعرف شيئا عن مكان يمليخة موسيقى 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 كفر 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 سأعترف سأعترف سأقول لكم كل شيء أرجوكم كفى سأعترف سأعترف عرفنا في الحلقات الثلاث السابقة أن الأميرة يمليها الذي يحب الأميرة بريسكا ابنة الملك الطاغية دوقيانوس والذي يستهين بعبادة الأصنام ويعبد الله سبحانه وتعالى مع جماعة من أهل مدينة أفسوس عرفنا أنه قد افتضح أمره فلجأ إلى بريسكا لتنقذه من طغيان أبيها وقد غضب أبوها عندما علم أنها تخفيه في جناحها ولا تعترف بذلك هكذا إذن بريسكا تتستر عليه؟ هل تسمح لي باقتراح يا مولاي؟ وما هو اقتراحك؟ أقترح يا مولاي أن تتحدث أنت مع الأميرة وبمعنى آخر أقترح أن تضبطه في غرفتها قبل أن تمكنه من الفرار اقتراحك مقبول هيا هيا إن كشفت يا يمليخ إن كشفت وحان وقت عقابك ولماذا تتستر بريسكا عليه في رأيك؟ ربما ربما بسبب نفوذه عليها تقصد أنها تحبه وتريد الزواج منه؟ نعم يا مولاي سأجتث هذا الحب من قلبها إلى الأبد إن اعتراف الراعي أذهلني أبي أهلا بك في جناحي عين يا مليخة يمليخة؟ إنني لا أعرف شيئا عن مكانه يا أبي يقولون إنه مختبئ في جناحك كلا كلا يا أبي أصغي يا بريسكا جميع القرائن التي تدين يمليخها متوفرة وفي قبضة يدي بعض أعوانه الذين اعترفوا بأنه يعبد إلها غير أصنامنا هيا هيا أفصحي عن مكانه حتى ينال قصاصه ولكن يا أبي إن أفسوس وهيبتها بين يديك يا ابنتي فإذا تسترت عليه سمحت للمارقين بأن يعيثوا فسادا في أرضنا لو كان عندي لدللتك على مكاني كيف تقول يا باركيوس إن يمليخة موجود في جناحها؟ لابد أنه فر من جناحها قبل دقائق أصحيح هذا؟ كلا يا أبي على أي حال لن يجد مكانا يهرب إليه أبواب القصر مغلقة هل يسمح لي مولاي بالبحث داخل الجناح؟ أنا لا أسمح لك العدالة في خطر يا بريسكا ديننا في خطر اذهب اذهب يا باركيوس وابحث في كل غرفة من غرف هذا الجناح جرأت باركيوس علي يا أبي باركيوس وزيري وأنا ابنتك صحيح لكنني سمعت سمعت أنك إنني أحبه أليس كذلك؟ نعم أحبه ويحبني وسنتزوج بمعرفتك لقد تبدل كل شيء يا بريسكا يمليخ مدان بالتآمر علي وعلى أفسوس وعلى أصنامنا ولابد من إعدامه ماذا؟ ماذا يا أبي؟ وتبكين هذا المارق أبكي حظي يا أبي سيبتسم حظك ما كنت لأقبل أن تتزوج ابنتي الوحيدة من مارق حتى لا تقع في الحظ العاثر وإذا عاد يمليخ إلى حضيرتنا؟ ربما تسامحت قليلا لكنه لن يكون زوجك على إية حال من الأحوال لم أجده يا مولاي إياك أن تتجرأ علي بعد الآن يا باركيوس عفوا يا أميرتي إنني أنفذ أوامر مولاي كفا عن الخصام وتعاونا في العثور على يمليخ إنني أريده حيا أو ميتا ترجمة نانسي قنقر كان الأمير يمليخ قد خرج من غرفة الأميرة بريسكا واختبأ على السطح وكانت بريسكا تعرف ذلك وبمجرد أن ذهب أبوها ووزيره صاعدت إلى سطح القصر يمليخا يمليخا أين أنت؟ بريسكا أنا هنا الأمر خطير يا يمليخا خطير جدا هل أستطيع أن أحرب؟ هل أتمكن؟ ما أظن ذلك يا يمليخا أعتقد أنهم سيجدونني بين ساعة وأخرى وعليك أنت يتوقف خلاصي ولكن كيف؟ كيف؟ لا أدري لا أدري اجلس إلى جانبي ولنفكر في طريقة للخلاص ترجمة نانسي قنقر أعلموا أيها الرفاق أننا في مأزق علمت أن رفيقنا ذياب الراعي قد اقتيد إلى قصر دقيانوس ولا بد أنهم يعذبونه حتى يعترف وإذا كان قد اعترف فإن حياة الأمير يمليخ مهددة بالخطر حياتنا وديننا مهددان بالخطر أيضا فلنكن حذرين ولنختبئ ولنحفظ في صدورنا تعاليم ديننا العظيم هل يسمح لي مولاي بقتل الراعي ذياب؟ تماهل قليلا حتى نجد يمليخ بحثنا عنه في كل مكان في القصر لكننا لم نعثر له على أثر بحثتم في كل مكان ألخرجتم إلى سطح القصر؟ سطح القصر؟ كلا يا مولاي إن الأبواب التي تؤدي إلى السطح موسدة إذا صدق حدسي فإن يمليخ قد استخدم مفتاحا تملكه الأميرة وصعد إلى السطح خذ يا باركيوس إليك هذا المفتاح فاصعد مع ثلة من الجند إلى السطح فقد تجد يمليخ هناك موسيقى 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 وفي نفس هذه اللحظة كان الجنود جنود الملك الطاغية دوكيانوس يهاجمون أعوان الأمير يمليخا ممن يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويستهينون بأصنام مدينة أفاسوس ويسوقونهم إلى سجن القصر موسيقى 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 تمهلوا والأصعد أنا وبعض الجنود في صندني للسطح هيا موسيقى 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 ليس أمامنا إلا أن تذهب إلى أبيك وتسأليه أن يعدك بشرفه أن يبقي على حياة أعواني مقابل أن أسلم نفسي لكنهم سيقتلونك إنك خطر كبير على أفاسوس ليأمت أنا ليأمت وليعش أعواني لا أستطيع أن أتصورك قتيلة بريسكا هذه مشيئة الله إنني أحبك يا يمليخة أحبك وأنا أيضا يا بريسكا ولكن سوء حظينا أقوى من حبنا سأبذل محاولة أخيرة اذهبي يا بريسكا اذهبي إلى أبيك حالا ها نحن على السطح انظروا إنها الأميرة بريسكا لا 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 دعوها تمضي ولنتجه نحو يمليخة لقد صدق حدث الملك ها 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 من أرى الأمير يمليخة على السطح ما كنت أظنك جبانا إلى هذا الحد أسكت أسكت قبل أن أعالجك بضربة تُعالجني بضربة؟ هيا أقبضوا علي وأسوقوه مكبلا بالحديد إلى السجن لقد انتهيت يا يمليخة انتهى دينتو وانطفأ أحبك وأصبحت بريسكا زوجتِي أبي أبي مالاذي يبكيكي أبريسك أريد أريد يا أبي أن تعدني بشرفك بالإبقاء على حياتي يا مليخ هذا وعد لا أستطيع أن أقطعه يا بريسك ولكن أرجوك أتوسل إليك يا أبي رحمة بي من أجلي أعفو عنه أو أبقي على حياتي لا أستطيع لا أستطيع إنه أفسد كثيرين من أبناء أفاسوس وعلي أن أقطع رأس الثعبان حتى أقضي على الفتنة ضع على الأمير يمليخة وذهبت الأميرة بريسكا إلى أبيها الملك دوكيانوس الطاغية الذي كان يحكم مدينة أفاسوس بالحديد والنار ويجبر أهلها على عبادة الأصنام ويطارد المؤمنين بالله الذين يرأسهم الأمير يمليخة ذهبت إليه تسأله أن يعفو عن الأمير يمليخة الذي تحبه لكن أباها صم أذنيه وبدأ يراوخ على أي حال أريد أن تقصي علي قصة يمليخة أترث لي يمليخة بكل شيء قال إنه يعبد إلها مجهولا هو خالق السماوات والأرض وكل شيء وإنه يكره أن يعبد أصناما نصنعها بأنفسنا ونهشمها بأنفسنا أهذا ما قاله؟ نعم أكملي أكملي يا بريسكا هذا هو كل شيء وأنا أطالبك بالرأفة به وأنت ألم يدعك إلى الانضمام إلى جماعته؟ وعتناق دينه كلا يا أبي لقد انجلى كل شيء الآن اعترف ذياب الراعي ودلنا على هؤلاء المارقين واعترف يمليخة أدني يا أبي أن تبقي على حياتي لا أستطيع إن لم تبقي على حياتي أمليخة قتلت نفسي من مولاة الأميرة بريسكا؟ أريد أن أرى الأميرة يمليخة أيها السجان مولايا منعني من أن منعك؟ أو تظن أنه يمنعني أنا ابنته؟ هيا قدني إلى زنزانة الأمير يمليخة أمرك يا مولاتي بريسكا؟ يمليخة أوضع السلاسل في قدميك أيضا يا يمليخة ليس هاما ما يفعلون به لا أكثر أهمية ما يفعلون بأعواني أفضل أن أموت معهم خاصة وأنني كنت سببا في القبض عليهم هون عليك هون عليك يا يمليخة لا بد من حيلة بريسكا يجب أن ننقذ الجميع قبل أن يفتك بهم سأحاول سأحاول هذا وعد بل هذا عهد إنني أحبك يا يمليخة ولي يكون لي زوج سواك خلوة العاشقين تتم في السجن الآن باركيوس قولي الوزير باركيوس أراك ترفع صوتك في وجهي ما دمتي تتعاملين مع خوانة ومارقين فسترتفع في وجهك أصوات أفسوس كلها سأشكوك إلى أبي مولاي أرسلني وراءك عندما علم أنك ستزورين يمليخة في سجنه إنه خطيبي وزوجي في المستقبل القريب ما الذي يضحكك؟ زوجك في المستقبل أي مستقبل؟ سيمكث يمليخ ليلة واحدة في السجن ثم يمضي للقاء من يدعي أنه ربه خالق السماوات والأرض زوجك في المستقبل رجل آخر يحبك ويتمنى أن يكون له مكان في قلبك من المقصود يا باركيوس؟ أنا أنا يا أميرة الجميلة أميرة الجميلة وزج الطاغية دوكيانوس ووزيره باركيوس بالمؤمنين في غياهب السجون وعذبوا لكن الألم العظيم دفعهم إلى المزيد من الإيمان العظيم والتمسك بدينهم والثبات على عقيدتهم وحاولت الأميرة بريسكا أن تستصدر من أبيها عفوا على الأمير يمليخ وأعوانه أرجوك أرجوك يا أبي أحفو عنهم ماذا تقولين؟ أعفو عن المارقين الذين هزئوا بأصنامنا وخرجوا على ديانتنا كن رحيما يا أبي واترك كلا ومعتقدة إن أفاسوس كلها تتحدث عن بطشك حتى أنت يا بريسكا حتى ولو كنت ابنتك أنا فتاة من أفاسوس فعامل أهل مدينتك كما تعاملني الواقع الواقع أنني أخشى أن تكوني قد انزلقت في منزلقهم أو تتهمني يا أبي؟ كلا ولكن لقد فجئت بكلامك الناس في أفاسوس يا أبي قسمان قسم يخاف بطشك فيخفي عنك مشاعر وقسم يستفيد من بطشك فيؤيدك وربما كنت أنا الوحيدة القادرة على مصارحتك لكنك لا تريد أن تصغي سأصغي سأصغي ماذا تقترحين؟ أعفو عنهم ماذا تقولين؟ إن كنت تريد رؤوسهم تشفيا فاعدمهم وإن كنت حريصا على دينك فاحفو عنهم مقابل أن يتركوا دينهم الجديد ويعودوا إلى آلهتنا وأصنامنا وديننا اقتراح ذكي يا بريسكا أنت أجمل جوهرة بين كونوزي ومن أجلك سأعطيهم هذه الفرصة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر مولاي الملك دوكيانوس مولاي الملك دوكيانوس أنتم أولا وأخيرا جزء من شعب أفاسوس أني قادم إلى سجنكم لأمنحكم الفرصة الأخيرة عودوا إلى دين أفاسوس أعفو عنكم جميعا الوقت قصير وبين الموت والحياة كلمة فليقل كل منكم إنه تائب عائد إلى دينه القديم وليستفد من هذه السانحة التي لن تتكرر إنني وعدت الأميرة بريسكا أن أمنحكم هذه الفرصة وها قد بررت بوعد فما قولكم؟ أرى أنهم صمتوا كأن على رؤوسهم الطير ماذا تقول يا باركيوس؟ إنهم يا مولاي متشددون متصلبون سأخاطب الأمير يمليخة إذن يا يمليخة لست أشك في أنك زعيمهم ألست كذلك؟ أنا واحد منهم هيا إذن شجعهم على أن يتوبوا قبل أن أفقد حلمي ويعود إلي غضبي كل مسؤول عن نفسه كل مسؤول عن نفسه؟ مدام الأمر كذلك أنت أمستعد للتوبة والندم حتى أعفو عنك؟ أنا أنا؟ نعم أنت بريسكا ترجوني أن أرأف بك أنا أنا قد آمنت بالله خالق السماوات والأرض وهذا يقين لا أملك أن أؤذيه ولا أستطيع ترفض إذن منحة العفو؟ ما كنت أظن أنك في مثل هذا العناد لست عنيدا هل تريد أن تسمع حجتي؟ كفا كفا يا مولاي إنه دعنا نسمع منه لو لم أكن قد تركت بريسكا تبكي حبيبها لما كنت صبورا مع هؤلاء إلى هذا الحد هيا أسمعني حجتك يا أمليخ أصنامكم تصنعونها بأنفسكم وإذا غضبتم عليها تسرتموها بأنفسكم هذا صحيحة أهذه آلهة؟ أهذه آلهة؟ أم عوز بالله إنها لتنفع ولا تضر وبواهمها تعيشون أما نحن فإلهنا خالق السماء والأرض وكل شيء هو الرب الذي يُعبد ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء يا مولاي؟ إنه يهاجم آلهتنا في حضرتك فعلا طفح الكي مريا باركوس أن يقتلوا في صباح الغد وأعلم أهل أفاسوس كلها أن المارقين سيعدمون أعشتم مع أبطال قصتنا هذه في الحلقات السابقة حتى قبض على الأمير يمليخ وأعوانه وزجوا في السجون وقد حاولت خطيبته الأميرة بريسكا ابنة الملك الطاغية دوكيانوس التأثير على أبيها للعفو عنهم فعرض عليهم العفو مقابل أن يتوبوا عن عبادة الله ويعودوا إلى عبادة الأوثان والأصمام فرفضوا ذلك وعندئذ أمر دوكيانوس الطاغية أن يعدموا صباح اليوم التالي اسمعوا يا أهل أفاسوس سيعدم صباح غد في ساحة المدينة الكفرة المارقون الذين هزئوا بأصنامنا واستهزأوا بديننا إن مولانا الملك دوكيانوس يدعوكم إلى مشاهدة أعدامهم أو تبكينا أيضاً كان حرياً بك أن تشتمي يمليخة بدلاً من أن تبكيه لقد استهان بالفرصة التي هيأتها له ولأعوانه وأعلن أمام الجميع أنه لن يتوب ماذا تريدين أن أفعل أكثر من هذا؟ أنا لا أبكي أحداً أنا أبكي حظي العاثر ومن قال إن حظك عاثر؟ الرجال كثر وأفضل من هذا المارق يمليخة لست أعني هذا يا أبي بل تعنينا أسكتي يا ابنتي أسكتي وإلا حسبتك واحدة منهم أتمنى أن أموت معهم؟ أإلى هذا الحد تحبين يا مليخة؟ نشأنا معاً وأحببنا بعضنا وباركت أنت خطوبتنا فكيف لا أحبه؟ على أي حال اعتبرني ميتة منذ هذه اللحظة ماذا تقولين؟ أنت مجنونة؟ كلا ولكني سأنتحر لا سأنتحر لا لن تنتحري فإن لدي مفاجأة كبرى لك في القريب العاجل مفاجأة؟ هل ستعفو عن يمليخة؟ أوه يمليخة 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 قلت لك مفاجأة مفاجأة وستعرفينها في أقرب وقت هيأت كل شيء يا مولاي حسناً فعلت يا باركيوس أتأمر بشيء آخر يا مولاي؟ أعدم الجميع باستثناء يمليخة ها؟ ولكن ولكن يا مولاي بقاء يمليخة على قيد الحياة يؤثر في أتباعنا سيقولون لماذا يبقي الملك على حياة يمليخة وهو زعيم المارقين؟ ألأنه أمير؟ أم لأن ابنته تحبه؟ لا لهذا ولا لذاك يا باركيوس بريسكا حزينة وقد هددت بالانتحار ولهذا أنا مبقن على حياته كان حرياً به لو كان يحب الأميرة أن يدعو أعوانه إلى قبول عفوك صحيح يا باركيوس تخلص منه يا مولاي وبريسكا ستنساه يا مولاي الزمن كفيل بأن يمسح الجراح إن كان ثمة جراح ماذا تعني يا باركيوس؟ أعني أن حب الأميرة ليمليخة ليس سوى نزوة سرعان ما تنقشع فلنراقبها جيداً حتى لا تقدم على ما هددت به ومن جهتي سأعوضها عن يمليخة بأجمل ما في أفسوس من نعيم بهذه المناسبة يا مولاي اسمح لي أن أطمع بشيء من كرمك إن الطمع في الاتصال بك بصلة النسب له أقوى من أن أستطيع كتمانة ولو كافأتني على إخلاصي بالزواج من الأميرة بريسكا لكنت أسى عدماً في الوجود ولوفرت للأميرة ما ينسيها ذلك الماريق أنت؟ نعم أنت يا باركيوس تطلب بريسكا زوجاً لك؟ نعم يا مولاي إن شئت وبهذا ينقلب حزنها إلى فرح من جهتي أنا موافق شكراً شكراً لك يا مولاي أما عن يمليخة فإنني أرى أرى تخلص منه هو الآخر شكراً تخلص منه هو الآخر أميرة بريسكا على أبيها أن تعرف المفاجأة التي وعدها بها كانت المفاجأة الموعودة أن ينقذ الأمير يمليخ من الموت وينفيه خارج أفاسوس ولكن الوزير باركيوس الذي كان يطمع في الزواج من الأميرة حرضه على أن يتخلص منه فاستبدل المفاجأة بمفاجأة موافقته على خطوبتها لباركيوس ظنّاً منه أنها ستفرح وستنسى الأمير يمليخة في الحال كل الرجال إلا هذا مستحيل مستحيل أن أقبل هذا الرجل إنني أكره أكره ستحبينه يا ابنتي إنني أقدر هذا الوزير ويجب أن تقدريه مثلي إنها مكافأة لكم مكافأة؟ أو تسمي هذا الزواج مكافأة؟ إنني أرفض أرفض آه لأول مرة أجدني مضطراً إلى اسمعي يا بريسكا اسمعي يا بنيتي في هذا الزواج فائدة لي تعلمين أن باركيوس ينتمي إلى قبيلة كثير عددها فإذا تم هذا الزواج ضمنت ولاء هذه القبيلة وإخلاصها لا أريد لا أريد سأخرج عن طوري يا بريسكا قلت هناك ستتزوجين باركيوس هذا أمر الزواج سيتم في الغد أفهمت؟ في الغد بعد إعدام الماركين أما عن انتحارك فما أظن أنك مجنونة إلى هذا الحد وعلى أية حال لن تغيب عن مراقبتي لحظة واحدة لا في الليل ولا في النهار لقد أمرت أن تقيم معك وصيفة في الليل وفي النهار يا لحظي أستعز يا لحظي أستعز حتى الزواج صرت مجبرة عليه كنت أظنك راجحة العقل يا ابنتي أثسوس مدينتنا وأنت الملكة من بعدي أفيرضيك أن أترك لك بلادا يعيث فيها المارقون فسادا؟ كان من الطبيعي أن تطالبي أنت بإعدام الجميع بدلا من أن تطلب إلي أن أعفو عنهم هيا هيا يا ابنتي هيا كف عن النحيب وتحمل مسؤولياتك كولية للعهد لا أريد أن يعرف أحد أنك تبكين مارقا كيمليخ أيضا الوصيفة ادخل جناح سيدتك الأميرة بريسكا واعتني بها فغدا ستزف إلى الوزير باركيوس أمضت الأميرة بريسكا سحابة اليوم الأخير وهي تبكي حاولت الوصيفة أن تخفف عنها حزنها فلم تستطع لكنها مع بكائها كانت تفكر تفكر في هؤلاء الذين آثروا الموت على العودة إلى عبادة الأصنام كانت تكبر فيهم هذه الشجاعة وكانت تكبر فيهم هذا التعلق بدينهم وإلههم إله السماء والأرض ولقد قالت بينها وبين نفسها لو لم يكن هؤلاء على حق لما تمسكوا بدينهم وكشف الله بصيرتها فإذا بها تكتشف أنهم على عق وأن أباها وطغمته على باطل وقررت أن تفعل المستحيل لإنقاذ يمليخا وأعوانه ولكن كيف تنقذهم وهي فتاة وحيدة ضعيفة تعالي يا وصيفتي أمر مولاتي اذهبي إلى رئيس السجن واطلبي إليه أن يأتي في الحال استدعت الأميرة بريسكا رئيس السجن كما عرفتم في الحلقة السابقة إنها تحاول المحاولة الأخيرة أن تنقذ الأمير يمليخا وأعوانه من بطش أبيها الملك دوكيانوس ملك مدينة أفاسوس الذي يريد أن يعود هؤلاء عن عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة الأصنام وكان هناك سبب آخر في محاولة إنقاذ الأمير يمليخا ذلك أن الوزير باركيوس قد خطبها إلى نفسه فوافق أبوها على زواجها منه استدعيتك يا رئيس السجن كي أكلفك بمهمة خاصة أنا في خدمتك يا مولاتي اذهبي أنتئيتها الوصيفة وشكرا لك اسمع أنا أعرف أنها مهمة خطيرة لقد اخترتك للقيام بها لأنني أعرف إخلاصك لي وحرصك على القيام بما أطلبه منك مري يا مولاتي فإن لك أياد بيضاء علي لا أنساها أولم تنقذيني من الموت ذات يوم؟ أصغي أريد أن تفتح الليلة أبواب السجن وتخرج الأمير يمليخا وأعوانا ماذا؟ ماذا تقولين يا مولاتي؟ ما قلته واضح إنني أريدك أن تفعل هذا وليكن هذا العمل مقابل ما فعلته من أجلك يوم أنقذتك من الموت ولكن هذا العمل يعرضني إلى عقاب أقله الموت سأبرر غيابك سأواجه أبي وسأقول إنني أنا التي فتحت أبواب السجن أمرك يا مولاتي شكرا لك شكرا نادي السجان يا أذياب أمرك أيها الأمير يمليخا تعال تعال أنت أيها السجان هاي أنت تعال ماذا هنا؟ أقول له إنني أريد جرعة ماء أكد أموت عطشا هاتي جرعة ماء لسيد الأمير يمليخا التعليمات تقضي بأن لا أقدمني أحد طعاما أو شرابا لكنه عطش وما ذنبي أنا؟ أي ظلم هذا؟ أي ظلم؟ سنموت في الغد ولا يقدمون لنا طعاما أو شرابا؟ أتوسل إليك أيها الحارس هاتي جرعة ماء ولكن ولكن أصغي لي أيها الحارس النبيل المسألة أننا نريد عذرا لمحادثتك ماذا تقول أيها الأمير؟ أريد أن أسألك أنت مقتنع بأن حكم إعدامنا عادل؟ أنا أنا لا أفهم في هذه الأمور عقد الخوف لسانك شعب أفاسوس يدرك ظلم الطاغي وبطشة ولكنه لا يحرك ساكنا ولو أن عددا من الناس طالب الطاغي يا دوكيانوس أن يرعوي لعرف أن في أفاسوس من هو شجاع إلى حد الوقوف في وجه الطغيان أرجوك أرجوك أيها الأمير إنني أدرك كل شيء وأعلم أن كلامك حق لكنني أخشى على نفسي وأسرتي إن أنا تكلمت فاتركني أرجوك أن تتركني واعلم أن قلبي ينفطر حزنا كلما فتحت الباب لسجين ذاهب إلى ساحة الإعدام يكفيني منك هذا القول أيها الحارس النبيل إن كنت عطشا أيها الأمير فسأخالف الأوامر وآتيك بجرعة ما وجاء رئيس السجن وبصحبته الأميرة بريسكا فلم يجد الحارس وعلم أنه ذهب ليأتي بجرعة ماء وعندما عاد كمن له رئيس السجن وضربه على رأسه فسقط مغشيا عليه وعندئذ توجه مع الأميرة بريسكا إلى زنزانة الأمير يمليخا ففتعها من أرى بريسكا؟ العزيزة بريسكا؟ لقد حانت ساعة نجاتك نجاتي وحدي إن كان الأمر كذلك فلنخرج بل نجاتكم جميعا سيفتح رئيس السجن هذا الشهم أبواب الزنزانات واحدا بعد الآخر فخرجوا بصمت هو السلاسل التي في أقدامنا لدي المفاتيح أي جميل طوقت ما به أعناقنا؟ ما فعلنا إلا ما أمله علينا ضميرنا يا يمليخا اذهبوا أعوانك وابتعدوا قدر ما تستطيعون بريسكا يجب أن تذهب معي كلا كلا يا يمليخا سأنتظرك ولكن قد ينتقم أبوك منك في ساعة غضب ليفعل إنني زاهدة في الحياة وعزائي أنك نجوت اذهب يا يمليخا اذهب ولا تنظر إلى الخلف وفقت في حلك وترحالك الوداع يا بريسكا الوداع يا يمليخا أيها الأمير قف أريد أن أذهب مع خذ رئيس السجن معك يا يمليخا إنه صديق مخلص تعال تعال ها قد زاد عدد عنصارنا واحدا بل قل اثنين يا يمليخا قل اثنين أين كنت سيدتي خرجت في شأن من شؤوني لست أدري ما الذي جرى لي كأنني شربت مخدرا يا مولاتي لقد شعرت بضغط النوم علي ثم ثم أفقت فلم أجدك هويني عليك أيها الوصيفة لقد نمت إن مولايا سيحاسبني على نوم هذا لي حاسبك أتعحد بذلك كانت الأميرة تبريسكا قد دست لوصيفتها مخدرا في الشراب فنامت الوصيفة وبذلك تمكنت من إنقاذ الأمير يمليخا وأعوانه وقد استطاع هؤلاء الخروج من القصر بأنكمنوا للحراس في عتمة الليل وصاروا ينقضون عليهم واحدا بعد الآخر حتى تمكنوا من الخروج بمساعدة رئيس السجن الذي كان لوقوفه معهم فضل كبير في خلاصهم أين تقترح أن نذهب أيها الأمير يمليخا؟ إن أصعد هذا الجبل العالي جبل بنجلوس إنني أعرف كهفا نستطيع أن نختبئ فيه وأنا أيضا أعرفه لشد ما أنا ذهبت إليه مع خرافي ولكن الطريق إليه وعرى هذا يناسبنا أيها الأمير حتى لا يعثر علينا الطاغية دوكيانوس إصعدوا الجبل إذن واشتهدوا أن لا تتركوا آثار أقدامكم على التراب هيا موسيقى وأفاق الحارس هل تذكرونه؟ إنه الذي ذهب ليأتي بجرعة ماء للأمير يمليها فكمن له رئيس السجن وضربه على رأسه أفاق من غيبوبته فوجد الزنزانات مفتوحة الأبواب فطار صوابه يا ويلي يا زواد ليلي لقد فر السجناء سيعدمني الملك سيعدمني الملك من أره؟ الوزير باركيوس؟ ماذا ذهك أيها الحارس؟ لقد فروا يا سيدي ماذا تقول؟ انظر إن السجن فارغ إلا من جدرانه يا ويلك خذوه وأعدموه في الحال ولكن يا سيدي ما ذنب أنا؟ لقد تركتهم يخدعونك فكان الإزهاما عليك أن تتحمل نتيجة غطائك أرجوك يا سيدي ارحم شبابي ارحم زوجتي وأطفالي هيا أيها الجند لابد أنهم قريبون من القصر فلنلحق بهم لا بالله اذهبوا أنتم والأنقل إلى الملك دقيانوس الخبر المفجع بنفسي بمساعدة الأميرة بريسكا ورئيس السجن استطاع الأمير يمليخا وأعوانه أن يفروا من السجن قبل إعدامهم بساعات قليلة وهذا الفرار من السجن قد هيئ لهؤلاء الفارين أن يحتفظوا بدينهم الذي حملوه في صدورهم والذي يقضي بعبادة الله سبحانه وتعالى خالق السماء والأرض وكل شيء وقد يمم الجميع وجوههم شطر كهف في جبل عال للاختباء فيه لألا ينالهم الملك دقيانوس ببطشه وجبروته وهو الذي كان يعبد أصماما أقامها في مدينة أفاسوس أما الوزير باركيوس فقد حمل النبأ إلى الملك الطاغية أيها الملك أيها الملك أيها الملك هل بلغك النبأ؟ أي نبأ ولماذا تفسد علي نومي؟ فر السجناء يا مولاي ماذا تقول؟ فروا؟ كيف فروا؟ ومن ساعدهم؟ لا أعلم يا مولاي لا أعلم الحارس يدعي أنه ضرب على مؤخرة رأسه فوقع مغشيا علي كاذب أعدم لقد أمرت بذلك يا مولاي ورئيس السجن؟ لم أجد له أثرا يا مولاي وهل أمرت الجند باللحاق بهم؟ دعم يا مولاي على أي حال هناك لغز في فرارهم لأن مفتيح السجن موجودة مع اثنين أنا ورئيس السجن إنه رئيس السجن إذن؟ لكنني أعرف ولاءه لي وولاءه لابنتك يا مولاي أهو تظن أن لها يدا في فرارهم؟ لا أستطيع أن أتهمها يا مولاي أيها الخراس أيها الخراس إلي بابنة الأميرة بريسكا لقد جئت يا أبي دون استدعاء البلغك نبأ فرار السجناء؟ أجل يا أبي كنت أول من عرف ذلك كيف؟ أنا التي سهلت لهم سبيل الفرار يا أبي ماذا؟ أنت؟ أنت سهلت لهم سبيل الفرار؟ وبكل وقاحة تعترفين؟ أيتها العاقة أنت؟ سمني ما شئت يا أبي إنني وحدي أتحمل المسؤولية هيا أعطي أمرك إلى الجلاد فالأعدم أنا بدلا عنهم إنني أفضل الموت على الحياة بل سأمرك بالاعتكاف في جناحك دون طعام أو شراب حتى تموتي هيا هيا اذهبي من وجهي ماركوس مولاي إلى أين يستطيعون الفرار؟ جهز جيشا كبيرا في الحال فسأقوده بنفسي حتى أعيدهم إلى السجن والموت أمر مولاي ليسر الجنود في كل اتجاه وليعودوا بجميع المارقين وعلى رأسهم يمليخة وسأقوم بنفسي بإعدامه أمام ناظري هذه البنت العاقة ترجمة نانسي قنقر اسأل هذا الراعي يا باركوس اسمع أنت يا راعي تعال نعم يا سيدي هل رأيت جماعة من الرجال والنساء والأطفال تسير عبر هذا الوادي؟ نعم يا سيدي رأيت جماعة كبيرة متى رأيتها؟ أمس في الليل رأيت الجماعة تتجه جنوبا وسمعت شابا يسير في المقدمة يقول لهم آمن مكان لنا جبل بنجلوس جبل بنجلوس شكرا شكرا لك أيها الراعي إن الطريقة إلى جبل بنجلوس يا مولاي معروفة لكنها وعرة لتكن وعرة سنمضي في إسرهم حتى نعود بهم جميعا هيا جد الملك الطاغية دوكيانوس في السير وراء الأمير يمليخا وأعوانه من المؤمنين حتى وصل مع جنده إلى حافة جبل بنجلوس وهناك كان عليه أن يترجل فالصعود إلى الجبل الوعر مستحيل على ظهور الخيل أما الأمير يمليخا وأعوانه فكانوا قد وصلوا إلى أعلى قمة في جبل بنجلوس ها قد طلع النهار أيها الرجال ولكن أين الكهف؟ إنه على مسافة ساعة هيا إذن لنستجمع البقية الباقية من قوانا حتى نصل إلى ذلك الكهف انظروا انظروا أين؟ ألا ترون معي سحابة الغبار تلك التي في الأسفل؟ لابد أنهم جنود الطاغية وقد وصلوا السفح لنسرع إذن في الذهاب إلى الكهف كلبي يعوي لابد أن الجنود في إثرنا فلنسرع هل بلغتك أنباء أيتها الوصيفة؟ كلا كلا يا مولاتي أولم يعود أحد من جنودنا؟ بلى عادت كوكبة من الجنود على جناح السرعة وأخذت معها حبالا غليظة حبال؟ فيما الحبال أيتها الوصيفة؟ يقولون إن الأمير يمليخ وأعوانه قد سعدوا جبل بنجلوس وإن الجنود سيتصلقون الجبل وراءهم إن كان الأمر كذلك فقد باءت محاولتي بالفشل ولا بد أنهم سيعيدونهم إلى أثاسوس وإلى الموت لست أدري يا مولاتي إن كانوا يستطيعون ذلك فعلا فالجبل بنجلوس وعر للغاية وفيه كهوف كبيرة يستطيعون الإختباء فيها إنني لأرجو ذلك أرجو أن ينجو يمليخها وجميع من معه هيا هيا أيها الجنود هل تعبتم في ارتقاء الجبل؟ تجلدوا إنني أعيدكم بعطايا ومكافآت وجوائز إن استطعتم الوصول إلى أولئك المارقين أما الأمير يمليخ فاتركوه لي إن لي معه حسابا عسيرا هذا هو الكهف أيها الأمير يمليخة كلا لست أقصد هذا الكهف إنه صغير يضيق بنا هناك بالقرب من تلك الصخرة التي تشاهدونها بأعينكم كهف كبير يستوعبنا جميعا فلنذهب إليه أخشى أن لا يستطيع بعضنا السير أكثر مما سرنا إن معنا نساء وأطفالا أيها الأمير تجلدوا تجلدوا وليكن إيمانكم بالله الواحد القهار خالق السماء والأرض وكل شيء ذخرا لكم وقوة في سعيكم الحسيث نحو الملجأ نحو ذلك الكهف الكبير لقد نفد طعامنا وقل الماء الذي حملناه معنا ولابد أننا هالكون إن طالت إقامتنا في ذلك الكهف لكل حادث حديث يا دياب مهمتنا الآن أن نصل للكهف أن نصل قبل أن يدركنا الطاغ يدوكيانوس وجنده ووزيره هيا هيا وسار الأمير يمليخ وأعوانه وما زالوا يجدون في طلب ذلك الكهف الكبير أما الطاغية دوكيانوس فكان يصعد مع وزيره باركيوس وجنده الجبل وليس لهم إلا هدف واحد أن يقبضوا على هؤلاء المؤمنين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ها قد وصلنا أخيرا إلى الكهف إنه مظلم يجب أن ندخله في الحال اسمعوا أمسك أيدي بعضكم بعضا وأنتم تدخلون الكهف استطاع الأمير يمليخ وأعوانه المؤمنون بالله الرافضون ديانة مدينة أفاسوس وبطش الملك الطاغية دوكيانوس استطاعوا الفرار من السجن قبل إعدامهم بقليل بمساعدة الأميرة بريسكا ابنة الطاغية وقد غذى الهاربون السير إلى جبل بنجلوس للاختباء في كهف يقع في القمة وكان الملك دوكيانوس ووزيره باركيوس وأعداد كبيرة من الجند قد لاحقوهم إلى الجبل وبدأوا يتسلقون أمسك أيدي بعضكم البعض وأنتم تدخلون الكهف ما رأيك بأن نشعل الشموع؟ كلا كلا إياكم الشموع سيفتضح أمرنا إن أشعلنا نارا لنبقى في العتمة لنبقى في العتمة حتى يأتي الليل وعندئذ سنمضي في رحلتنا إلى الجنوب حتى نصل إلى واد النيل هو هناك سنستقر ونبشر بالدين الذي ندعو إليه تأكدوا من مواقع أقدامكم وأنتم تسيرون ما أشد الظلام؟ ستألف عيوننا الظلام بعد قليل يا لهذا الكهف هل تشمون هذه الرائحة؟ أمرنا أن نتحمل المكاره من أجل الدين على أي حال نحن لن نمضي في هذا الكهف أكثر من يوم واحد أوصيكم بالصبر أيها رفاق سبق لي ودخلت الكهف أكثر من مرة الظلام ليس خطرا في الكهف ما هو أشد خطرا مثل ماذا؟ هناك أفاع كثيرة ترتع فيه سيحمين رب السماء والأرض هيا هيا ادخلوا ولا تخشوا شيئا إن كثرتنا تفزع الأفاعي يامليخة يامليخة أيها الأمير يامليخة نعم ماذا تريد؟ أين اللوح المكتوب؟ معي معي إنني أحتضنه ولا أفرط فيه قط علينا ما تسنحت الفرصة أن ننقل عنه نسخة أخرى فديانتنا كلها مكتوبة فيه كما تعلمنا وإن كانت فمت نسخة أخرى أمنا عليها من الضيار ليكن لكم هذا عليّة حال متى وصلنا إلى أعماق الكهف لنصلي عرفانا بجميل الله سبحانه وتعالى الذي أنقذنا من نحنتنا وهيّأ لنا هذا الكهف لنختبئ فيه ترجمة نانسي قنقر إلى أين تقود هذه الآثار أيها الوزير باركيوس؟ إنها تقود إلى جميع الاتجاهات يا مولاي يبدو أنهم موهوا الطريق وأزالوا آثارهم وهم يتسلقون الجبل لنمضي نحو القمة إذن أعرف عدة كهوف مظلمة يا مولاي لعلهم لاذوا بأحدها خلال النهار حتى لا نتمكن من رؤيتهم سنبحث في كل كهف من كهوف جبل بانجلوس مر رجالك باركيوس أن يسيروا في عدة اتجاهات نحو القمة أمر مولاي أيها الرجال أمر ملكي بالصعود إلى القمة من عدة اتجاهات حتى نضيق على الماريقين الخناف هل جاءت أنباء جديدة؟ كلا يا مولاتي ما دام لم يعودوا فإنهم لم يتمكنوا من القبض عليهم بعد آه لو كنت أستطيع اللحاق بهم مع هذه الحراسة المشددة يستحيل أن تخرجي من غرفتك يا مولاتي لا شد ما أنا نادمة لو أنني سمعت صوت قلبي وذهبت مع الأمير يمليخ لكنت الآن لا تندمي يا مولاتي لا ينفع الندم في ظرف كهذا إن كنت تحبينه حقا فتمنى له أن ينجو بحياته إن الحملة التي جهزها أبوك تضم عشرة ألاف رجل مدجج بالسلاح هذا أحد قهوف القمة يا مولاي مر الرجال أن يوقدوا الشموع ويدخلوه ما أظن أنهم فيه يا مولاي ولماذا؟ هذا الكهف صغير يا مولاي على أية حال يدخل عشرة جنود لاستكشاف الكهف أمر مولاي عليكم أنتم أيها الجنود أن تدخلوا هذا الكهف احملوا رماحكم وأوقدوا الشموع وإذا وجدتم أحدا في الداخل فأطلقوا صيحة مدوية وعند إذن ستدخل كتيبة جنود وراءكم للقبض على يمليخ وأعوانه إنني أرتحش إلى الخوف وأنا أيضا لا شك لا شك أن حيوانات كاثرة تقيم في هذا الكهف بل قل إن الجن يقيمون فيه إنني لن أقوى على المتابعة سأخرج سأخرج وهل تقوى على مواجهة الوزير باركينس بجبلك هذا؟ الموت بيد الوزير أهون من الموت بسبب لسعة أفعى عودوا عودوا أيها الرجال قلت لك الأوامر تقضي بالدخول إلى أعماق الكهف وأنا أقول لك لنعود عودوا أيها الرجال عودوا لماذا عدتم؟ إنه كهف مرعب يا سيدي أرى وجوهكم صفراء ممتقعة كأن الجان تقيم فيه كافي يا سيدي سمعنا أصوات مخيفة يا لكم من جبناء من يتطوع بالدخول إلى الكهف؟ أريد عشرة رجال شجعان اشتركوا في القناة ودخل الجنود الكهف وأشعلوا الشموع والمشاعل فرأوا هناك عدداً كبيراً من الهياكل العظمية كما رأوا أفاعي وعقار بسامة لكنهم لم يعثروا على الأمير يمليخ وأعوانه فعادوا ونقلوا ذلك إلى الملك الطاغي دوقيانوس وإلى وزيره باركيوس فأمروا بالدخول إلى عدة كهوف أخرى لكن الجنود لم يجدوا أثراً لإنسان حي في داخلها إلى أن وصلوا إلى الكهف الكبير الذي دخله الأمير يمليخ وأعوانه ما هذا؟ إن الرياح التي تخرج من الكهف تطفئ المشاعل الدخول مستحيل في الظلام يا سيدي سيغضب مولانا الدق يا نوس إن لم نبحث في هذا الكهف لقد بحثنا عنهم في جميع الكهوف الأخرى فلم نجدهم ولست أشك في أنهم دخلوه إنهم في هذا الكهف حتماً لكنه كهف مخيف أيها الوزير باركيوس مخيف مخيف ولكن كيف استطاع المارقون الدخول فيه؟ إن كان صحيحاً أنهم دخلوه فهذا عجيب يا سيدي لا بد أنهم يتمتعون بقوى خارقة حتى استطاعوا الدخول إلى الكهف والإقامة فيه بل إن البقاء في الكهف معجزة أيها الوزير باركيوس إن الكهوف التي دخلناها ملأة بالأفاع والذئاب لا بد من الدخول لنبحث عن وسيلة تتيح لنا الدخول بأمان ماذا يجري أيها الوزير باركيوس؟ نحن متأكدون يا مولاي أن المارقين قد لاذوا بهذا الكهف وما الذي يوقفكم عن الدخول إليه؟ إنها الرياح يا مولاي تخرج من داخل الكهف فتطفئ المشاعل ألا تستطيعون دخوله دون مشاعل؟ الكهف خطر يا مولاي سأعاقبكم سأعاقبكم جميعا على تخذركم وجن جنون الملك دوكيانوس عندما علم أن جنوده حتى الشجعان منهم يخافون الدخول إلى الكهف ولمعت فكرة في رأس الوزير باركيوس فجأة مولاي أستميحك العذر لحظة أرجو أن لا تغضب أليست تريد إعدام المارقين وزعيمهم يمليخة؟ أجل أجل بماذا تفكر؟ إنني أفكر أفكر بأن نعدمهم جميعا وهم داخل الكهف وبذلك نقضي على الفتنة ونائد هذا الدين الذي يحملونه في صدورهم ولكن كيف؟ كيف يا باركيوس؟ نسد عليهم باب الكهف بجدار نبنيه وعندئذ سيموتون أشن عميدة دخل الأمير يمليخة وأعوانه المؤمنون بالله كهفا كبيرا مظلما في قمة جبل بينجلوس للاختباء فيه فقد كان الملك الطاغية دوكيانوس يلاحقهم مع جنوده وكان أولئك قد استطاعوا الهرب من السجن بمساعدة الأميرة بريسكا ابنة الطاغية دوكيانوس الذي كان يطيد المؤمنين بالله خالق السماء والأرض ويجبر أهل مدينة أفاسوس على عبادة الأصمام وقد اقترح باركيوس وزير دوكيانوس عندما لم يتمكن الجنود من اقتحام الكهف خوفا من الظلام والأفاعي اقترح أن يسدوا باب الكهف بجدار وبذلك يختنق يمليخه وأعوانه أليست فكرة صائبة يا مولاي؟ بلى بلى إنها فكرة صائبة فكرة صائبة حقا هل تعطينا الإذن ببناء الجدار يا مولاي؟ هيا هيا لا تتركوا في الكهف منفذا حتى يختنق المارقون ويموتوا أمر مولاي هيا أيها الرجال شمروا عن سواعدكم ولنبني جدارا سميكا نسد به فبا الكهف كف عن العواء هل تشعرون بما أشعر أيها الرفاق؟ ماذا تشعر؟ أشعرك أن دوكيانس وجنده قد وصلوا إلى فم الكهف عواء الكلب يدل على ذلك لماذا لا يدخلون إذن؟ أظن أنهم يخشون الدخول إلى هذا الكهف على أي حال علينا أن ننتظر بعض الوقت قبل أن نمضي إلى فم الكهف لنتأكد من وجودهم هناك ولكنني أخشى على رفاقنا أن يدعبهم للجوع والعطش ما باليد حيلة علينا أن نجالد ونصبر قام جنود الملك الطاغية دوكيانوس ببناء جدار سميك في فم الكهف وقد استخدموا في بنائه عدداً كبيراً من الصخور والرمل والحصى حتى لم يبق منفذ صغير فيه وسر الطاغية سروراً كبيراً عال عال جداً إنه جدار محكم البناء أهنئك باركيوس شكراً يا مولاي لا بد أنهم يموتون الآن من الإختناق على أي حال أقم على فم الكهف عدداً من الحراس حتى نتأكد من أن أحداً لم يستطع الخروش أمرك يا مولاي وإن كنت أجزم بأن زلزالاً لا يستطيع أن يهدم هذا الجدار والآن لنعود إلى مدينتنا أفاسوس إن شوقي إلى أفاسوس كبير جداً يا مولاي ولماذا؟ هناك أسباب وأسباب آه فهمت تقصد الأميرة بريسكا نعم يا مولاي إنني أسألك أن تفي بالوعد الذي إنني غاضب على الأميرة بريسكا بسبب مساعدتها لهؤلاء لكنني لا أعارض في زواجها منك وزواجك منها وأظن هذا الزواج عقاباً مناسباً لها قبع الأمير يمليخ وأعوانه في الكهف بعد دخولهم إليه وهم يصلون ويبتهلون وكان في صلواتهم خشوع وإيمان وتعلق بالديانة التي نذروا أنفسهم لها إنهم موحدون لا يشركون بالله خالق السماء والأرض أحدا ولقد نادوا ربهم قائلين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولعل النوم قد غلبهم لطول صلواتهم فقد سكنت الحركة في أعضائهم فكأن خدراً لذيذاً قد حط في دمائهم لقد ناموا ناموا وكانت عيونهم مفتوحة الأحداق وأجسامهم ساكنة وها هو الأمير يمليخة وإلى جانبه الراعي الذياب والآخرون من الرجال والنساء والأطفال وقد تحجرت الصلوات على شفاههم لقد أطبق الصمت على الكهف وتسلق الهدوء جدرانا بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم وجاءت أجيال وأجيال وأهل الكهف يتقلبون على جنباتهم ذات اليمين وذات الشمال كما يتقلب النائمون وهم لا يدرون ونسي الناس في مدينة أفسوس أمرهم ومات الملك الطاغية دوكيانوس ومات وزيره باركيوس وجاء بعده ملوك وأمراء وتبدلت معالم المدينة وبقي فيها قلة وقد انتشر الدين الذي يؤمن أصحابه بالله عز وجل خالق السماء والأرض وظل أصحاب الكهف نياما بقدرة الله القدير إلى أن تهدم قسم من الكهف وانفتحت فيه فتحة صغيرة دخل منها الهواء فأنعش المؤمنين وهبوا من نومهم جميعا في وقت واحد يا الله يا خارق السماء والأرض كما ضعلينا ونحن نيام لعله يوم أو بعض يوم أشعر بجوع جديد كأني لم أتناول طعاما منذ أسبوع ليذهب أحدنا إلى المدينة وليأتنا بشيء من الطعام أخشى إن ذهب أحدنا إلى المدينة أن يقتله جند الملك الطاغ يا دوكيانوس لننتظر حتى يهبط المساء وعندئذ يذهب أحدنا فيأتينا بشيء من الطعام نسد به رمقنا سأذهب بنفسي إنني مشتاق إلى أفاسوس وما فيها وما فيها أظنك مشتاقا إلى الأميرة بريسكا مشتاق إليها أيضا في ذهابك أيها الأمير يمليخ مجازفة أنت معروف ولابد أنهم يملؤون شعاب الجبل بحثا عنك سأبادلك ملابسي يا ذهب فإذا ارتديت ملابسك كنت راعيا ولم يشك بي إن معي بعض النقود وسأشتري دها طعاما ودابة وأعود إليكم تعال يا ذهب اخلع ملابسك وخذ ملابسك ولكن ولكن هذه الثياب لا تليق بك أيها الأمير إنما نحن أخوة يا ذهب لا يفرق بيننا مظهر أو مطن ما اسم هذه المدينة؟ اسمها أفاسوس هل أنت غريب؟ كلا ولكنني كنت غائبا عنها يبدو أنك غبت عنها طويلا كلا ولكن حتى طراض ثيابك غريب أيها الرجل هل كنت في بلاد يرتدي فيها الناس مثل هذه الثياب؟ لا أدري شكرا على أي تحال أريد أن أشتري شيئا من الطعام فأين أجد السوق؟ امشي بضع خطوات تجد الباعة هناك ما هذا؟ أنا في حلم؟ ما هذه الملابس؟ وهذه الوجوه؟ بل كيف تبدل طراز العمارة في أفاسوس بين ليلة وضحاها؟ إن رأسي أكاد ينفجر إنني بحاجة إلى تفسير ما لا أستطيع أن أفسره نام أهلك في الكهف في الكهف الذي التجأوا إليه هربا من بطش الملك الطاغية دوكيانوس الذي كان يريد أن يكرههم على عبادة أصنامه ناموا فإذا بنومهم يطول ويطول ويمتد أكثر من ثلاثة قرون أي ثلاثمائة سنة وعندما أفاقوا لم يشعروا أنهم ناموا كل هذه المدة وتخف الأمير يمليخة بثياب راعٍ وهبط إلى مدينة أفاسوس ليشتري طعاماً للجائعين الذين تركهم في كهف جبل بانجلوس فإذا به يرى مدينة مختلفة والملابس والطرق تغيرت وحتى الطريق إلى القصر الذي كانت تقيم فيه حبيبته الأميرة بريسكا ابنة دوكيانوس لم يعد له وجود وتذكر يمليخة أن عليه شراء طعامٍ للجائعين الذين تركهم في الكهف أريد قطعة من الجبن وشيئاً من الخبز إن سمحت أيها البائع كما تريد تفضل هذه قطعة الجبن وهذه أرغفة الخبز شكراً خذ هذه قطعة نقود اقتطع منها الثمن ورد لي الباقي ما هذا؟ نقود إنها نقود ما هذه النقود؟ إنني لم أرى في حياتي مثيناً لها أمرك غريب إنها عملة أفاسوس قبل يومين فقط كنت أستعملها قبل يومين؟ لا شك أنك تخرف أيها الراعي الشاب هذه عملة مندثرة بلا شك آه لعلك عثرت عن كنز فيه نقود قديمة كلا كلا قلت لك إنني كنت أستعمل هذه النقود في أفاسوس قبل يومين لا أكثر بلا 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 قل لي أليست هذه مدينة أفاسوس؟ كيف تتبدل عملتها خلال يومين؟ اسمح لي أن أتدخل أريني هذه العملة أيها الرعي جئت في وقتك أيها الشيخ أنت أخبر الناس بالعملات المجهولة دعني أتفحصها هذه عملة مدينتنا أفاسوس قبل ثلاثمائة سنة أيام الملك دوكيانوس دوكيانوس؟ إلحقوه إلحقوه هرب الراحي إلحقوه 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 إلحقوكم تعوني أذهب ليس قبل أن تدلنا على هذا الكنز أنا لا أعرف عما تتحدث لا تعرف نسلمك إذن إلى ملك أفاسوس أرجوكم لا أريد أن أرى دوكيانوس لا أريد أن أرى دوكيانوس دوكيانوس؟ ماذا تقول أيها الرعي؟ دوكيانوس لملكنا اسم مختلف ملكنا هو آريوس دوكيانوس مات منذ زمن بعيد مات؟ أنتم أنتم تخضعوني ماذا تقول؟ أرى أن نذهب به إلى الملك هذا الرجل واحد من اثنين مجنون أو محتال تأخر يمليخ كثيراً لعل جند دوكيانوس قد اعتقلوه وتلك هي المصيبة الكبرى لكنه متنكر أخشى أنهم قد عرفوه على تنكره هل نذهب وراءه؟ آخ ما الفائدة إن كان قد نجح في الوصول إلى أفاسوس فإنه سيعود حتماً وإن لم ينجح عندئذن علينا أن نفكر في طريقة للخلاص والهرب إلى الجنوب إلى وادي النيل بالباب رجل جليل وبائع ومعهما غريب ليدخلوا السلام على الملك أريوس وعليكم السلام ماذا وراءكم؟ مولاي هذا الرعي يا مولاي يحمل عملة قديمة عملة الملك دوكيانوس ملك أفاسوس منذ سلاسمائة سنة أكبر الظن يا مولاي أنه عثر على كنز ولكن أين الملك دوكيانوس؟ يقول لك إن دوكيانوس كان منذ ثلاثمائة سنة فتقول أين الملك دوكيانوس؟ لا تدعي الجنون أيها الرعي لست أجده مجنوناً يا مولاي أجل لست مجنوناً دوكيانوس مات منذ ثلاثمائة سنة وجاء بعده ملوك وملوك حتى ورثت أنا الملك هيا أيها الرعي دلنا على الكنز وسيكون لك حصة فيه ولكن ولكن ليس هناك كنز؟ كيف لا يكون هناك كنز؟ وهذه النقود الذهبية تعود إلى عهد الملك دوكيانوس الذي مات هيا هيا أيها الرعي مولانا الملك يعطيك نصيباً من الكنز لا تخشى بأساً يا موني تكلم بحرية كما لو كنت تكلم أخاك الأكبر الآن بدأت أفهم ولكن ولكن أيمكن تصديق ذلك؟ هيا هيا اروي علينا كيف حصلت على قطعة النقود هذه قبل أن أروي عليكم قصتي أريد أريد أن أسأل عن الأميرة بريسكا الأميرة بريسكا؟ ليس في بلاطنا أميرات يحملنا هذا الاسم هذا عجيب عجيب اروي قصتك أيها الرعي بالأمس وربما قبل يومين لا أكثر هربنا من سجن قصر مدينة أفاسوس نفس هذه المدينة وكان جند دوكيانوس يلاحقوننا والتجأنا إلى جبل بينجلوس وأقمنا في كهف مظلم وعندما شعرنا بالجوع ألبسني ثياب الرعيان وخرجت لأشتري طعاما لأصدقائي ورفاقي المؤمنين بالله الواحد أن نبذين عبادة الأصنام فإذا بي فإذا بي أرى أفاسوس قد تبدلت لا شك أنني أحلم بل أنت تحلم أكثر من اللازم اسمح لي يا مولاي أريوس أن أتدخل لا أرى فائدة من الحديث مع شاب كهذا يعتبر دوكيانوس ملكا في زمن أنا فيه الملك وراء هذا الشاب قصة مثيرة يا مولاي أنا أحلم أن أفاسوس كانت تدين بديانة عبادة الأصنام في زمن الملك دوكيانوس قبل حوالي سلاسمائة سنة وكان المؤمنون بالله الواحد من أمثالنا متهدين ومطهردين ومن أين لك هذه المعلومات أيها الشيخ الجليل؟ من الكتب يا مولاي من الكتب لقد فر قبل سلاسمائة وتسع سنوات بالضبط قوم من المؤمنين بالله ولازوا بكهف في جبل بينجنوس ولم يستطع جند دوكيانوس العسور عليهم يبدو أنك تعرف سرنا يا سيدي الشيخ ولكن ما يدعو للعجب والدهشة مكوسكم في الجبل كل هذه المدة لم نسمع أن أحدا في زماننا قد عمر ثلاثمائة سنة هذا لا يصدق ما يقوله هذا الشيخ الجليل صحيح يا مولاي لزنا بالجبل رجالا ونساء وأطفالا واختبأنا بكهف مظلم ويبدو أننا نمنا وها نحن قد صحونا من نومنا هل نمتم ثلاثمائة سنة؟ نحن نحن لا ندري كم نمنا أكبر الظن أننا نمنا يوما وبعض يوم يوما نمنا النوم يعادلان هذه الأحقاب الطويلة ما أشد عجبي اسمع نعم ما اسمك؟ يمليخ يا مولاي هل تستطيع أن تدلنا على الكهف؟ نعم نعم يا مولاي يجب أن نحمل طعاما للمنتظرين هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد أن نام أهل الكهف في الكهف الذي التجأوا إليه عربا من بطش الملك الطاغية دوكيانوس ملك مدينة أفاسوس أفاق وكانوا يظنون أنهم ناموا يوما أو يومين لكنهم كانوا قد ناموا أكثر من ثلاثمائة سنة كانوا يشعرون بالجوع فأرسلوا زعيمهم الأمير يمليخة متنكرا بزي راع كي يحضر لهم طعاما وإذا به يرى مدينة أفاسوس وقد تبدلت معالمها ويحاول أن يشتري جبنا وخبزا فإذا بالبائع يكتشف أن النقود التي قدمها له نقود غير صالحة للتداول ويأخذ يمليخة إلى قصر الملك آريوس فيطلب إليه الملك أن يدله على الكهف الذي يقيم فيه هو وجمعته نام أهل الكهف في الكهف الذي التجأوا إليه هربا من بطش الملك الطاغية دوكيانوس ملك مدينة أفاسوس أفاقوا وكانوا يظنون أنهم ناموا يوما أو يومين لكنهم كانوا قد ناموا أكثر من ثلاثمائة سنة كانوا يشعرون بالجوع فأرسلوا زعيمهم الأمير يمليخة متنكرا بزي راع كي يحضر لهم طعاما وإذا به يرى مدينة أفاسوس وقد تبدلت معالمها ويحاول أن يشتري جبنا وخبزا فإذا بالبائع يكتشف أن النقود التي قدمها له نقود غير صالحة للتداول ويأخذ يمليخة إلى قصر الملك آريوس فيطلب إليه الملك أن يدله على الكهف الذي يقيم فيه هو وجمعته ماذا قلت؟ يمليخة؟ يمليخة؟ نعم اسمي يمليخة أنا الأمير يمليخة أمير بثياب راعي؟ تنكرت بثياب الراعي حتى لا يقبض علي جند دوكيانوس يمليخة يمليخة لقد كان الأمير يمليخة زعيم أولئك المؤمنين الفارين من جبروت دوكيانوس وبطشي هكذا تخبرنا كتب التاريخ يا مولاي عودوا إلى كتب التاريخ إذن لنتأكد من صحة الرواية وفي نفس الوقت علينا أن نتجهز للذهاب إلى الكهف وعاد الملك آريوس وحاشيته إلى كتب التاريخ التي جلبها الشيخ الجليل فقرأوا فيها أن نخبة من سكان مدينة أفاسوس مؤمنة بالواحد الأحد نابذة عبادة الأصنام قد خرجت من السجن بمعاونة الأميرة بريسكا ابنة دوكيانوس وفرت إلى جبل بينجلوس وهناك اختفت عن الأنظار ولم يستطع جند دوكيانوس أن يعثر عليها يبدو أن كلام هذا الشاب صحيح نعم يا مولاي صحيح ولكن تبقى نقطة واحدة غامضة وهي أنه لم يعرف قط أن قوما عاشوا مثل هذه المدة الطويلة وناموا مثل هذه المدة الطويلة ولكن لعل النوم الذي ناموه يا مولاي لم يحسبه الله من أعمارهم على أي حال يجب أن ننقذ هؤلاء القوم إن لهم مكانة عظمى بيننا نحن الموحدين المؤمنين بالله العلي القدير لقد أمضوا حياة بائسة ولكنهم ظلوا متمسكين بديانتهم وقاوموا جبروت الطاغية وبطشة وقد آن لهم أن ينعموا في أفاسوس بعد أن سادت ديانتهم وانتشرت ما تقوله هو عين الصواب يا مولاي لنذهب إذن إلى جبل بانجلوس وأنت يا يمليخة أيها الأمير يمليخة ستكافأ على صنيعك وستعود أنت وقومك إلى أفاسوس وستعيشون بيننا معززين مكرمين وسنجري لكل منكم جعلا يمكنه من العيش بكرامة والتفرر للعبادة اصعدوا الجبل أيها الرجال يمليخ نحن بعيدون أيها الأمير عن المكان كلا يا مولاي هل ترى هذه القمة هناك؟ إن قومي قابعون في كهف يتوسط القمة لا شك أنكم مذلتم جهدا في صعود الجبل نعم يا مولاي على بعد فرسخين علينا أن نترجل ليكن إن شوقي شديد لرؤية قومك أيها الأمير لا شك أن القومي سيفرحون عندما يعلمون أن الدقيانوس الطاغية قد مات وأن ديانتنا قد عمت أفاسوس كلها أفاسوس تنتظر لقاءكم سيخرج شعبها كله لاستقبالكم كان شوق ملك أفاسوس المؤمن أفاسوس كبيرا لرؤية أهل الكهف وكذلك كان يمليخا الذي طال غيابه عن رفاقه المنتظرين بجوعهم وعطشهم داخل الكهف لقد تأخر كثيرا سأخرج وراءه لا لا أرجوك يكفينا واحد ذهب ولم يعود على أي حال لم نقطع الأمل من عودته آخ ننتظر إذن حكم الله سبحانه وتعالى لا إله هذا هو الكهف يا مولاي كهف عجيب أليس له منفذ؟ هذا المنفذ الوحيد الذي لا يسمح بدخول أكثر من شخص واحد أهو كبير؟ نعم يا مولاي كبير واسع لكنه معتم لندخل إذن بإذنك يا مولاي لي ملاحظة صغيرة أخشى إن دخلنا عليهم أن يفزعوا فهم يظنون أن الطاغية دوكيانوس ما يزال حيا وأن الداخلين هم جندهم فليدخل الأمير يمليخ عليهم وليحدسهم بما جر له في أفاسوس وسيخرجونهم إلينا رأي سديد أيها الشيخ الجليل هيا يا يمليخة رافقتك عناية الله بإذنك يا مولاي إنني داخل اسمع يا يمليخة الوقت ما يزال ظهرا والشمس ترسل أشيعتها الحارة نحن في الجبل قد ألفت عيوننا النور الشديد فإن خرجت وقمك الآن من الكهف عشيت عيونكم من وهج النور الصاطع وأصيبت بالعمى تريش بعض الوقت حتى يحل الظلام واخرج بعد ذلك أنت وقوم رأي سديد آخر هو ذلك أيها الشيخ المبجل لن أخرج إلا عندما يمتد الظلام ودخل يمليخة الكهف وأحس الموجودون هناك بقدومه فهللوا واستبشروا خيرا وصل يمليخة يمليخة حمدا لله على سلامتك ماذا جرى لك؟ أشراكم أيها الرفاق برى ونسمى علائم السعادة في وجهك وصوتك أبشروا لقد مات دوكيانوس يتولى الحكم الآن الملك آريوس وهو ملك يدين بديننا كيف مات دوكيانوس بين ليلة وأخرى؟ ومن هذا آريوس حتى يتولى الحكم بعده؟ المفارقة العجيبة أيها الرفاق أننا نمنا في هذا الكهف ثلاثمائة وتسعة سنوات وليس يوما أو يومين كما كنا نظن ثلاثمائة سنة؟ إن هذا العجيب عجيب المذهل ولكنه الحقيقة الحقيقة؟ أية حقيقة؟ رأيت أفاسوس وقد تبدلت تبدل ناسها وتغيرت ثيابهم وأفكارهم حتى الأصنام التي كانوا يعبدونها نبيزات إنهم يعبدون الآن الواحد الأحد لقد انتصرنا وانتصرت ديانتنا وكل ذلك بفضل تمسكنا بعقيدتنا وتشبثنا بالمبادئ التي آمنا بها هيا هيا لنخرج لنخرج إذن مهلا مهلا أيها الرفاق مهلا مهلا أيها الرفاق المؤمنون مهلا إن خرجتم الآن عشية أبصاركم من وهج الشمس انتظروا قليلا انتظروا حتى يخيم الظلام وعندئذ نخرج إن آريوس الملك وحاشيته بل سكان أفاسوس كلها بانتظارنا يا الله يا الله إنني أحس بثقل في أجفاني وأنا أيضا إنني لا أقوى على مغالبة نعاس إنني أتوق إلى أن أنام من جديد وأنا أيضا أريد أن أنام من جديد وأنت أيضا يا يمليخ العزيز نعم أنا أيضا إلى اللقاء في الحلقة القادمة هندسة الصوت والمنتاج هيثم حسامي الكتاب الإذاعية عادل أبو شنب والإخراج فاروق حيدر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر